مرحباً انتصر المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره التركي بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريق اليوم السبت في إطار الدولي لكرواتيا ويعد هذا هو الفوز تالي على التولي للفريق الوطني في الدولي الدولي لكرواتيا وبعد الالتصار على كل من النرويج خمسة صفر ولا تيفيا أربع إصابات مقابل إصابة واحدة وبها دعية أهل المنتخب المغربي للفوز تالي مواجهة تركيا مجدداً من أجل حسم اللقب الدوري وذلك بعد تصدره كتيبة هشام تكيك للترتيب المنتخبة بالعلامة الكاملة تسع نقاط متبوعاً بتركيا أربع نقاط وبفارق الأهداف علي النرويج بينما تأتي ثلاث تيفيا أخيراً بدون نقاط ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة تركيا ضد المغرب على قناة الرياضية المغربية المتابعة لفطولات تويك للفوتسال قبل أن تذهب أخي المشاهد أختي المشاهدة صلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر